قليلة هي الأشجار الصغيرة التي تنمو على هذه الأرض الرملية الحمضية التي اختارها ميروس فولكر لزرع الكمأ في جنوب أفريقيا غير أن الرجل الثمانيني كان دوما على يقين من أنه أحسن الاختيار فقد اختار ميروس الذي يستطيب تناول الفطر والذي يحن لموسم قطف الفطريات مع جده في ألمانيا مرتفعات جبال سيدلبرغ الوعرة على بعد ساعتين من كيب تون لإطلاق مغامرته هذه استعرضنا أماكن زرع الكمأ في باقي أنحاء العالم وتبين لنا أنها تتركز خصوصا في النصف الشمالي من الكرة الأرضية على ارتفاع بين 32 إلى 35 درجة إلى الشمال أما نحن فموقعنا بالضبط في الجهة المقابلة من النصف الجنوبي للكرة الأرضية عند 35 درجة جنوبا ميروس هو اليوم مع ابنه بول أول منتج للكماء الأسود في جنوب إفريقيا مع حوالى 100 هكتار من المزرعات وتباع المنتجات الأعلى نوعية بحوالى 1400 دولار تقريبا للكيلوغرام الواحد هذه السنة تماشيا مع أسعار السوق الأوروبية وأغلبية الشراط هم من أصحاب المطاعم الراقية في هذه المنطقة السياحية المعروفة بزراعة الكروم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر